هل تدود إقامة الخليف على روح المرحوم وإقامة الأربعين؟ لا، ألمنا بدع إقامة الأربعين وإقامة الخليف وضحية الحرفرة اللي يسمون على دور السنف؟ كلها ألمنا بدع التي ما عزا الله برمي سلطان لا، إذا لم تنفحون بالتناب هذه الأمور لا، يجب التناب هذه الأمور ويجب النهي عنها بأنها لا تنفع الأموات، فإنها بدع، والبدع فيها إثل، ليس فيها أجر هل تدود الأمحي على روح المرحوم؟ نعم، الأمحية مشروعة في حق الأحياء والأموات وهي شعيرة من شعائل الإسلام يستحب ذبفها شنة مؤكدة، ثبث الأمحية شنة مؤكدة يكتداء بالخليفين إبراهيم ومحمد عليهما أفضل الصلاة والسلام فيستحب ذبف الأمحية عن الأحياء وعن الأموات وفيها عجر عظيم وفيها ثواب كبير وهي أشياء من سنة وفيها ثواب للأحياء وثواب للأموات لأنها طاعة جزاكم الله خيرا، كم يكون نصيب الأحياء من هذه الأمحية التي قصد بها أن تكون للمتوسطات؟ نحوها للأحياء، يكون منها ويتصدقون كما ذكر العلماء، لو ينبغي أن يجعلها أثلافا ثلث له وليه بيتك، ثلث يتصدق به على الفقراء وثلث يهديه لجيرانه أو لأسبقائه، كان هو المستحب ولو أكلها كلها في بيته، فلا ما سمي ذلك لا جزاكم الله خيرا شكرا